فنان هشام اسماعيل الشهيد بفزاع طبعا كلنا عارفين أدوار كتيرة جدا بس النهاردة طبعا دوره في الستوديو مختلف زي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر مبارح شرفنا وانت أخيرا بصراحة أخيرا شرفنا وانتقل إلى دور التمانية والفرحة كانت كبيرة وحلوة جدا وعلشان كده احنا قررنا النهاردة استوديو تحليلي كابتن شافكي وكابتن هشام اسماعيل بتسأل خير يا كابتن احنا النهاردة هنتحدى كل الكباية اللي بتقعر الرياضة لا لا موضوع الناس هتعرف ان فيه فرق كبير طيب اولا يعني انا عارف خفت دمك وعارف ان انت وقت من اول المباريات وانت شغال على سوشيال ميديا جامل اه اه انا بصراحة ما كنت شلت ناس وحطيت ناس كنت مستنكر جدا أداء المنتخب بصراحة مش عجبني خالص انا ما بكون متضايق من الفريق اللي بشجعه لوزة مالك او منتخب مصر بحب اخش حتى الاهل لو لعب وحش يعني في كل الاتجاهات اي فريق لعب وحش لازم ادي له بوست كده في السخرية اللذيذة اي واقع بالزبط فكنت مازج في منتخب مصر بصراحة مش عجبني خالص اللي حصل في ماتش نيجيريا كانت حاجة بهدلة يعني وكان وحش قوي الاداء وبعدين دخلنا على غينيا على سوري الماتش اللي بعده السودان لا اللي بينهم دي كانت ايه مجل الله منسيتها اسمها غينيا بيساو غينيا بيساو صح غينيا بيساو دخلنا عليها لعبنا برضو او حش بس كسبنا الحمد لله بجون صلاح كده ربنا كرمه احنا كسبنا في المرتين على فكرة اه والسودان كسبنا الواحد صفر برضو بس اداءات مريبة والمراكز في غير مراكزها وكابتين كروش لا بس كان الشنوي في مكانه الشنوي الحمد لله في مكان الحمد لله يعني والحمد لله كان يعني ده هو الحمد لله الوحيد اللي كان يعني فيه الرمأ وكان بيقول يعني فالحمد لله اللعبة يعني انبارح بصراحة كانوا رجالة جدا كلهم ده حقيقة ووفقوا جدا في الماتش والراجل لعب كويس احنا بتوع الوقت الصعب اه بس لسه مادري يعني شاهزين نفرح بالفرحة دي لحسن بس خيئة نفرح شوية يعني في احنا يوم عارفة دايما في المباراة نتكلم كلام رياضيين ما هو حلو احنا هنفرح النهاردة الخميس في كل شي بيتقال كده اما رياضين بيكسابوا ماتش هلحتفل النهاردة ومن بوك نبدأ الاستعداد لمباراة المغرب بس 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 معاي على الصورة بلوقتي حضرتك ستوديو التحليلي الصورة دي اولا كابتن هشام اسماعيل ايو فان يعني انت زمال كاوي نوعا فاحنا هنعدي دي لانه مش مفروض نقول الهوية لا عادي ليه لابن انتنا مقضيها مقضيها طيب عايزة اقول لك حاجة يعني الصورة الاولانية ايو المنتخب لابس ابيض مظبوط تفقلت انت بقى بالحكاية دي اوي مش عشان الزمالك والله بس منتخب مصر بيلبس ابيض او بيلبس اخدر ياما كنا بنلبيس اخدر زمان بحبه لما بيكسر الحالة بتاعت اللي ايه اللاحمر مش ماشي يلا نكسر بقى لكن طبعا في كل احواله اللاعب الكويس هو الاساس بس لما يعني مثلا كانين انتصارات تاريخية مثلا بالابيض كاس امم 86 كاسبنينها بالابيض في النهائي كاسبنين ايطاليا في كاسق قرات بالابيض فكان برضو انا انت عامل يعني عامل رصد لا ده انا قديم اوي ده انا فضيع فاحنا دلوقتي اول توصيات لكابتن كيروش بس مش عارفين برضو هما بيلبسوا تبقى للفرقة التانية يزود لابيض يزود لابيض احنا عندنا المغرب احمر احمر فنلبس احنا بيض برضو نلبس احنا بيض بس عادة بيعملوا قرعة او حاجة ممكن مغرب تلبس اخدر واحنا احمر بس ليه ليه نبوز يعني مشيين حال فاحنا تزويد الابيض نزود لابيض شوان ممكن نزود